اللقطة الأولى من سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث حدث تكلم أنا أسألكم مراجعكم يتحدثون عن ولاية علي وأهل علي حتى لو تحدثوا فإنهم سيتحدثون بحديث التقصير وسيكونون مضحكة للوهابيين بسبب عدم فصاحتهم وبلاغتهم وبسبب عيهم وجهلهم وطريقة حديثهم هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا وأما بنعمة ربك فحدث أمر صريح بالكلام بالحديث بالشرح بالبيان حينما نتحدث عن نعمة ربنا لابد أن نظهر جمالها و ولا بد أن نظهر و لا بد أن نظهر جلالها و لا بد أن نظهر عظمتها ولا بد أن نظهر طهرها و قدسها و نورها لابد أن نظهر حقائقها بقدر ما نستطيع و إلا فلا معنى لحديثنا لابد أن يكون الحديث حديث البلاغة والفصاحة لابد أن يكون الحديث حديث البيان و حديث القرآن المفسر بتفسيرهم لابد أن يكون الحديث بكلماتهم المفهمة بقواعد تفهيمهم أما ما يتحدث به هؤلاء الحمير على المنابر لا علاقة له بمضمون الآية أو ما تتحدث به هذه الفضائيات القطبية الناصبية التي يقال عنها فضائيات شعية لا علاقة لحديثها بمحمد و آل محمد كما يريدون صلوات الله عليهم هذه الآية أجنبية عن كل ذلك أجنبية عن مراجعكم أجنبية عن حوزتكم أجنبية عن المكتبة الشيعية أجنبية عن الإعلام الشيعي أجنبية عن الفضائيات الشيعية أجنبية عن أئمة الجماعة والجمعة أجنبية عن هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقال لهم خطباء المنبر الحسيني هذه الآية أجنبية عن كل ذلك لأن الحديث هنا لا بد أن يكون مستندا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إنها رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن إلينا إلى الشيعة في هذا العصر هي واضحة صريحة من أن المنهج القويم مع قصوره وتقصيره هو هذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشة منهج قناة القمر ومن سورة الضحى إلى سورة العصر والعصر يأتي بعد الضحى فالضحى في أول النهار والعصر يأتي بعد الزوال فمن الضحى إلى العصر في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قطعا السورة تتحدث عن عصر القائم عن عصر غيبته وعن عصر ظهوره والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة ستمية وأربعة وثماني الحديث الأول من الباب السادس والعشرين بسنده عن المفضلي ابن عمار قال سألت الصادقة جعفر بن محمد صلوات الله عليهما صلواتهم على الصادق وعلى أبيه الباقر المفضل يسأل الصادقة عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر الإمام يقول العصر عصر خروج القائم إن الإنسان لفي خسر يعني أعداءنا إلا الذين آمنوا يعني بآياتنا وعملوا الصالحات يعني بمواساة الأخوان وتواصوا بالحق يعني بالإمامة وتواصوا بالصبر يعني في الفترة في الفترة في الغيبة ومن هنا قلت لكم من أن العصر هنا هو عصر القائم بجناحي بجناح الغيبة وجناح الظهور في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الجزء الثاني صفحة 854 بسنده عن محمد بن علي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إمامنا الصادق يقول استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائض وتواصوا بالحق أي بالولاية وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولاية وبالصبر عليها الحديث في أجواء علي وآل علي الحديث في أجواء فاطمة وآل فاطمة الحديث في أجواء حسين وآل حسين الحديث في أجواء قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقول السورة الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي ما هو التواصي أعظم من الحديث التواصي حديث خاص متواصل بنعمة ربك فحدث قد يكون الحديث في ساعة عند الصباح من هذا اليوم وفي ساعة عند الصباح أيضا من يوم غد وهكذا أما التواصي التواصي تفاعل التفاعل اهتمام والتصاق بالشيء تواصل التواصي التواصي تواصل والتصاق والتمام يوصي أحدنا الآخر والذي يرى نفسه أنه سيفارق الحياة يوصي الأحياء من بعده يذكرنا هذا بوصية مسلم بن عوسج لحبيب في يوم الطفوف حينما سأل حبيب مسلما هل توصيني بشيء قال أوصيك بهذا أوصيك بالحسين مصداق واضح لما جاء في هذه السورة الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي تفاعل بالضبط كتفاعل ابن عوسج في ساحة الغاضريات أوصيك بهذا هذا هو التفاعل وهذا هو الالتصاق بحقيقة الدين التي تجلى في أطهر زبدة لها في حسين في حسين وهل للدين من حقيقة يمكن أن نشير إليها من دون أن نشير إلى حسين فهذا هو الدين بكله بظاهره وباطنه بألفاظه ومعاني بأوله وآخره بمبادئه وغاياته بأسراره بأسراره وبإعلانه بكل ما للدين وما في الدين وما من الدين وما إلى الدين من مضمون من مضمون يشير من قريب أو من بعيد هذا هو الدين هذا هو الدين إنه إنه إمام زماننا إنه الحجة بن الحسن وهذا التواصي في فنائه وفي أجوائه أسأل وجدانكم هل هناك من فضائية تقوم بدور التواصي هذا التواصي في فناء إمام زماننا مثلما تقوم قناة القمر هذا هو منهجنا منهج التواصي هل حدثكم أحد في الجو الشيعي هل قرأتم في المكتبة الشيعية شيئا من معرفة إمام زمانكم كالذي تعلمتموه من هذه القناة المكتبة الشيعية موجودة بإمكانكم أن تقارنوا فيما بينما كتبه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى اليوم وقارنوا بين الذي طرحه هذا الماسوني كما تصفونه قارنوا هذه آيات قرآنكم إذا كنتم تعتقدون أن القرآن قرآنكم أين هذا المضمون التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا أن يخرج المتحدثون وهم لا يحسنون قراءة البسبلة ولا يحسنون قراءة آية أو رواية من الكتاب الكريم هذا ما هو التواصي التواصي لا بد أن يكون وفقا للأصول الصحيحة لا بد أن يكون وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم ووفقا لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو التواصي الله حين يأمرنا أن نتواصى بالحق فهل يأمرنا أن نتواصى ونحن لا نحسن قراءة القرآن ولا نحسن فهمه ويريد مننا أن نتواصى بقرآن لا نحسن قراءته وبأحاديث لا نحسن قراءتها وبعد ذلك لا نحسن فهمها فأي تواصي هذا 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 التواصي بأصوله وشرائطه أين تجدون هذا أنا أسأل وجدانكم أين تجدون هذا وحتى لو وجدتموه في مكان آخر قارنوا قارنوا بين ذلك المكان وبين هذه المائدة هذه مائدة القمر وهذا هو إفطار القلوب على مائدة المحبوب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي التواصي لا بد أن يكون متواصلا مستمرا ولا بد للذي يقوم بهذا الدور أن يكون صادقا أن يكون مخلصا وإلا كيف يقوم بهذا الدور بدور التواصي لو لم يكن يعيش حالة الحماس العقائدي كيف سيواصل طريقه خصوصا حينما يتفق الجميع على أن يضع المعوقات في كل شبر من الطريق الذي يسير فيه خذوا الآية وتدبروا فيها وطبقوها على أي جهة في الواقع الشيعي على مراجعكم الذين لا يفقهون معنى هذه السورة وقد عردت لكم كيف فسرها لكم المرجع الجديد باقر الإيرواني عردتها لكم وعودوا إلى بقية مراجعكم وعودوا إلى خطبائكم وعودوا إلى الخطباء الحمير الذين يرتقون المنابر في هذه الليالي عودوا إلى هؤلاء الحمير واستمعوا لما يقولون من هراء مراجع النجف وهراء مراجع سقيفة بني ساعد إذن اللقطة الأولى ما جاء في سورة الضحى في آخر آية وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّهْ وَاللَّقْطَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْعَصْرِ في الآية الثالثة بعد البسملة أيضا في آخر آية من السورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قارنوا بين المتحدثين وقارنوا بين المتواصين أساسا هل هناك من تواصي في واقعنا الإعلامي هذه الأدلة الواضحة التي تجعل منهج قناة القمر منهجا مميزا منهجا مشقصا لذا حين أصف قناة القمر من أنها قناة الحقائق من أنها الصوت الشيعي المميز هذا الكلام لم يأتي جزافا هذه حقيقة يثبتها الواقع ويمكنكم إذا كنتم منصفين أن تشخصوا هذا الأمر من خلال المقارنة فيما بين منهج قناة القمر وسائر المناهج الأخرى في أجوائنا الشيعية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر